مرحبا أهلاً فيكم بفقرة جديدة من فقرات حياتك أسهل كل اللي بتابعوا هالفقرات صاروا يعرفوا أن احنا بنحكم نخلالها عن إصابات ذوي الإعاقات المختلفة واللي منها الإعاقة الحركية وإصابة النخاع الشوكي واحدة من الإصابات اللي بنحتاج نعرف عنها معلومات كثيرة خصوصاً في فترة بداية الإصابة خصوصاً عند الأشخاص اللي ما عندهم أي فكرة عن النخاع الشوكي وعن وظيفته وعن أثر الضرر فيه فشو عملنا؟ طلبنا من مصاب النخاع الشوكي الأسئلة اللي كان يبحث عن إجاباتها في فترة بداية إصابتهم والأسئلة اللي لسا بيبحث عن إجاباتها كمان لحتى نجاوبهم عنها بها الفقرة واللي ها يجاوب عنها استشاري جراحة الدماغ والعصاب الدكتور محمد أبو جموس على الصعيد الشخصي الدكتور محمد هو الطبيب المعالج لحالتي من بداية إصابتي هو اللي ثبت للفقرات المكسورة في عمود الفقري إضافة للعلاجات اللي احتاجتها من بداية إصابتي من فترة بداية إصابتي وأنا أحس أني بين إيدين أمينة لأنه من أمهر الأطباء على مستوى الوطن العربي الدكتور محمد أبو جموس استشاري جراحة الدماغ والعصاب حاصل على البورد الأردني وعلى البورد الياباني وعلى الزمالي الأمريكي في جراحة الدماغ والعصاب أكيد لازم أقدم للدكتور محمد أكبر شكر وتقدير على تعاون معنا وعلى المعلومات اللي حيقدم لكم إياها بهالفقرة اللي متأكد أنكم رح تستفيدوا منها أحضروا هالفقرة وشوفونا الفقرة جديدة من الفقرات حياتك أسهل طمطم طيبين مساء الخير نتواصل معكم اليوم ورح نحكي عن إصابات الحبل الشوكي ونجاوب على أسئلتكم ابتداء سؤال الأول ما هو النخاع الشوكي النخاع الشوكي هو جزء من الجهاز العصبي المركزي وهو مسؤول عن نقل الأوامر العصبية والسيارات العصبية من الدماغ إلى جميع أعضاء الجسم بنفس الوقت يقوم بنقل الإحساس من جميع أعضاء الجسم إلى المناطق الحسية بالدماغ وهذا السبب أنه عند إصابة الحبل الشوكي الأوامر العصبية والمناطق الحركية بالدماغ لا تصل إلى الأعضاء الحركية بالأطراف سواء العلوية أو السفلية المسؤولة عن الحركة وهذا ما يؤدي إلى الشرق أنواع الإصابات التي يتعرض لها الحبل الشوكي هناك نوعين من الإصابات في إصابات كلية أو إصابات كاملة للحبل الشوكي وهو يعرف بالتصنيف إصابات A أو أسيا أي أسيا هي أمريكان سباينل إنجري أسوسيييشن هو جمعية أو الرابطة الأمريكية لإصابة الحبل الشوكي عملت هذا تصنيف إصابات الحبل الشوكي فالتصنيف الأول نحكي أسيا أي وهي لما تكون عندنا الإصابة كاملة نقصد في إصابة كاملة لا يوجد إحساس أو حركة تحت مستوى الإصابة وهذا بنسميه آسيا أي لبيت أنواع الإصابات تكون إصابات جزئية وهذا يعني أنه المصاب بعد الإصابة يحافظ على جزء من الإحساس أو الحركة تحت مستوى الإصابة وهذا أنواع في عنا آسيا بي و سي و دي بالتفاصيل بتفرق كثير لما يكون مريض عنده إصابة كاملة أو إصابة جزئية معظم المرضى اللي عندهم إصابة جزئية تحسن خلال أول ست شهور إلى سنة غالبية المرضى اللي عندهم إصابة A نسبة التحسن ضئيلة وهذا مهم أنه بعد الإصابة لما نفحص المريض بعد الإصابة نحدد شو نوع الإصابة هل هي إصابة كاملة A أو إصابة جزئية هل للأسف في بعض المرضى بيكون إصابة جزئية بس نتيجة نوع الإجراءات اللي بتسرينهم داخل أو بعد الحادث أثناء فحصهم موقع الحادث أو عند نقلهم للمستشفى بعض الإجراءات تكون غير سليمة وتم تحريك المريض طريقة غير صحيحة فبيؤدي إلى تحويل الإصابة من إصابة جزئية إلى إصابة كاملة عشان هيك بنحكي أهم جزء في علاج هذول المرضى بعد الإصابة بعد الحوادث هو نقلهم بطريقة سليمة الآن بعد المرضى نحن لا نستطيع أن نحدد أنه عنده إصابة بالحبل الشوكي أو لا فإحنا أي مريض بإصابة أو بحادث نفترض أنه عنده إصابة بالحبل الشوكي ما لم يثبت العكس فيزيب التعامل معه أنه مريض إصابة حبل الشوكي أو إصابة بالعمود الفقري الآن غالبية إصابات الحبل الشوكي ناتج عن إصابة بالعمود الفقري زي ما نعرف يعني مريض يكون بعد حادث صار عنده كسر بالعمود الفقري وهذا الكسر أدى للضغط على الحبل الشوكي وعمل كدمة أو قطع بالحبل الشوكي ونتج عنه إصابة بالحبل الشوكي الآن بعض الإصابات الجزئية أو زي ما حكينا غالبية الإصابات الجزئية تتحسن وهذه الإصابات الجزئية قد تكون إصابات جزئية بالإحساس يعني المريض يحافظ على جزء من الإحساس أسفل مستوى الإصابة أو يحافظ على جزء من الحركة بعد الإصابة تحت مستوى الإصابة أي نوع من الإصابات الجزئية يتحسن بنسبة عالية جاءنا سؤال يمكن جوابنا عنه ما نسبة الأمل بالتحسن وعودة الإحساس والحركة لدى المصابين في كل مستوى الآن ما بعتمد على المستوى هو أكثر يعتمد على نوع الإصابة زي ما حكينا إذا كانت الإصابة جزئية فنسبة 70% تقريبا بتحسن هناك بعض الدراسات تحكي أنه حتى الإصابات الكاملة تتحسن أو بعض الحالات نتيجة نوع معين من العلاجات أنه تحسن وكانوا إصابات كاملة وعلى أغلب أنه معظم هذه الأوراق المنشورة أنه كان المريض عنده إصابة جزئية وليس إصابة كاملة من البداية وهذا السبب أنه متحسن فيجأنا سؤال ما تأثير إصابة كل مستوى من الإصابات على أعضاء الجسم زي ما نعرف أنه الحلقة الشوكي بيبدأ من المنطقة العنقية بالرقبة بيستمر في المنطقة الصدرية في منطقة القفز الصدري داخل العمود الفقري وجزء بسيط من الفقرات القطنية يعني يمتد من الفقرة العنقية الأولى للفقرة القطنية الأولى لأي إصابة من المنطقة العنقية بتأدي إلى إصابة أو تأذي من أطرافها العلوية والسفلية يعني من يدين والأرجو لما تكون الإصابة مستوى الفقرات الصدرية أو الفقرات القطنية الأولى بيكون التأثير على الأطراف السفلية فقط ولا تتأذى الأطراف العنوية على شيء مهم وكمان الحبل الشوكي في المنطقة العنقية مستوى الفقرة الخامسة فما فوق الفقرة العنقية الخامسة يتحكم في التنفس والحجاب الحاجز في حركة الحجاب الحاجز فلصبات أعلى الفقرة والعنقية الخامسة بتأدي إلى شلل بالحجاب الحاجز ومعضل المرضى هذين بيكون عندهم صعوبة في التنفس واضطرنا أن نحطهم على أجهز التنفس لفترة شوف باقي الأسئلة هل مررت بإصابات تحسنت وما مدى التحسن يمكن كان عند الشهر الماضي مريضا كان عندها إصابة بالحبل الشوكي نتيجة عن حاد السير كان عندها إصابة جزئية تم تحويلها من مشجفة خاص إلى مستشفى الملك المؤسس تم إجراء عملية للمريضة أمورها كانت ممتازة وتحسنت وخرجت من مستشفى بتمشي كانت تجائجها ممتازة لكن كانت إصابةها جزئية هل يمكن علاج كسوري عمود الفقري بدون عمليات يمكن هذا برجعنا إلى أكثر من 100 سنة نورا يمكن كان ما عندهم تقنيات الموجودة حاليا في علاج إصابات العمود الفقري هلأ يعني تقنيات الموجودة حاليا كل الإصابات العمود الفقري ممكن علاجها بتقنيات متقدمة تجنب المريض أنه يبقى في حال عدم حركة أو يبقى في التخذ فترة شهرين وثلاثة ومضاعفات مترتبة على هذا الإجرام وحصول جلطات في الأرجل التهابات صدرية وتسلقات في الجلد فهلأ ممكن إحنا نعالج الأولويات أن نعالج الكسر مباشرة بسرعة الممكنة وتثبيته بطرق مختلفة هل يؤثر هذا على النخاع؟ طبعاً تثبيت الكسر بالسرعة الممكنة يجنب حدوث إصابات ثانوية بالنخاع الشوك أنه إذا تكسر غير مثبت أي حركة للمريض تؤدي إلى حركة أو ضغط على الحب الشوك نجاوب على آخر سؤال هل تنصح بإزالة جهاز التثبيت أو الصفائح من براضي بعد فترة أو بعد فترة من العملية وهل يؤثر وجودها على النخاع أو الحبل الشوك في العادة لا نقوم بإزالة جهاز التثبيت من الصفائح وبراضي بعد فترة من العمليات لأن وجوده أصلاً لا يؤثر على الحبل الشوك ولا يؤثر على حالة المريض إلا إذا صار منهم ضعفات أنه صار انتهاب أو صار كسر في جهاز التثبيت ممكن أن نقوم باستبدال أو تغيير معظم برضى هذول عندهم ضعف في عضلات العمود الفقري في العضلات فهذا الجهاز إزالته قد يحدث مشاكل بعد فترة إلا إذا كان هو نفسه عامل مضعفات للمريض في بعض الحالات بيكون سبب بعض الأوجاء بيكون أنه مش محطوط بشكل جيد وجهاز التثبيت أو بتكون في زاوية ومعظم برضى هذول بعد فترة إذا ممثبت بشكل جيد بصير عندهم منحناءات في العمود الفقري أوكي بتكون جلوس وصعب حتى بتغلب بالنومة بتكون نام على جانب واحد ف التثبيت بقاء على الجهاز التثبيت بيكون تثبيت بأفضل صورة يعني عيد وضع العمود الفقري إلى الوضع شبه الطبيعي قدر المستطاع حتى يدى المريض يعيش حياته بشكل شبه طبيعي بأفضل الوضع ممكن وهي ما بتأثر عن النخة فقليل جدا ممكن إنه نشيل هذا الجهاز إذا في بعض الحالات إنه كان المريض عنده عصابة جزئية وكان التثبيت جيد حب إنه نشير الجهاز ممكن إذا كان يمشي وضعه جيد ما فيه ضغط على الحبل الشوكي ممكن إزالة جهاز التثبيت بس معظم الحالات نفضل أن نبقي جهاز التثبيت حتى لا تحدث مضاعفات أو انحناءات أو تشوهات في عمود الفقرين أن تدور المرض اشتركوا في القناة